يمكن عرض المستند في وورد بأشكال متنوعة من طرق العرض كل واحدة منها تلائم هدفا محددا تشمل طرق عرض المستند طريقة تخطيط الطباعة والتي تعرض المستند على الشاشة كما يبدو عندما يطبع وبالتالي يمكن مراجعة الهوامش وفاصل الصفحات والرؤوس والتذيلات والعلامات المائية وخلافها أما طريقة عرض وضع القراءة فهي تعرض أكبر قدر ممكن من محتوى المستند وبحجم مريح للقراءة وفي طريقة العرض هذه يظهر شريط أدوات واحد في أعلى الشاشة عليه إزرار للبحث في المستند والتنقل فيه كما ينبغي التنبه أنه لا يمكن إجراء أي تغييرات على المستند في طريقة العرض هذه الطريقة الأخرى للعرض هي تخطيط الويب والتي تعرض هذا المستند كما يبدو في مستعرض الويب حيث يمكن مراجعة الخلفيات والتأثيرات الأخرى أما طريقة عرض المخطط التفصيلي فتعرض بنية المستند كمستويات متداخلة من العناوين ونصوص المتن وأدوات للرؤية الهرمية أما الطريقة الخامسة للعرض فهي المسودة والتي تعرض محتوى المستند في تخطيط مبسط لتمكين المستخدم من إدخال النص وتحريره بسرعة إلا أنها لا تمكنه من رؤية عناصر التخطيط كالرأس والتذييل للتبديل بين طريق العرض هذه يمكن النقر على قائمة عرض واختيار طريقة العرض المطلوبة أو يمكن اختيار طريقة العرض مباشرة من الأيقونات الظاهرة في الطرف الأيسر لشريط المعلومات